مكبلا بالعنف والجريمة لا يزال يمضي العراق يعيش أسوأ سنينه حيث لم يفارق اسمه بعد أكثر من 16 عاما على احتلاله قائمة الدول الأعلى من حيث معدلات الجريمة على ترتيب موقع نبيو العالمي للإحصاء لعام 2019 ووضع الخبراء في الموقع المعني بمقارنة إحصائيات معدل الجريمة العراق في المرتبة 248 من أصل 319 دولة وهو ترتيب منحه اللون البرتقالي المصنف ثالثا في مخاطر الجريمة التي وصلت في العاصمة بغداد إلى 57% تحول العراق مسرحا لهذا العنف بحسب الحكومة والبرلمان فيه بسبب تغول الميليشيات والسلاح على حساب القوات الحكومية التي أضحت رقما هامشيا رغم ما تتمتع به من تسليح وعتاد هذه القوة المشلولة كما يعترف النائب عدنان الأسدي وكيل وزير الداخلية الأقدم منذ عام 2006 وحتى عام 2014 وضعت العراق على برمين من بارود فإن لم يكن هذا فما هو واقع تبدو معه حكومة عبد المهدي ومن سبقتها عاجزة عن التحرك حتى للتنديد أو زجر قائد ميليشيا هددها بفتح باب جهنم عليها إن حاولت اعتقاله بعد أن كان توعد سابقا بقلع عيون ضابط وعناصره وقتلهم مع أسرهم لأنه اعتقل معمما إيرانيا وبالفعل بعد هذه التهديدات خرج المعمم الإيراني الذي يشتبه بضروعه بتجارة المخدرات بينما زجب الضابط في السجن ولا يعرف مصيره حتى الآن مع تزايد مخاوف الناشطين من تعرضه للتعذيب أو القتل في عراق الأحزاب والميليشيات حيث ترصد الميزانيات بأرقام خيالية للسلاح والعتاد على حساب العراقيين بدعوى حمايتهم ثم توجه ضدهم حيث لا دولة تمنع ولا قانون يردع